مرح لما علنت القرارات قلت ان لجنة الانضباط برئاسة المحترم مع المستشار سيد البنداري رئيس محكمة الاستقناف انه هو خده لشيكبال عزر انه هو تشتم قبله وقالوله يا شيكبال قول حق قدم ابنك ولا لا هو ابو قدم طب ده قصف قلت انه ده قصف محصنان قلت ده مبرره لكن اللعبة دي بتاخد الملايين وبتاخد الشهرة وبتاخد حب الناس مقابل بعض التدريب على بعض الامور والالتزام ببعض السلوكية اهمها الانضباط الالتزام عدم الانسياق وراء السباب والشتائم انك انت نفسيا وعصبيا تبقى معد بشكل جيد ان النادي بتاعك او الهيئة اللي انت تابع ليها ترتب الامور بشكل محترم وترتب لك امورك وحياتك بحيث ما تخرجش على الناس فعشان كده مش مفترض ان واحد يتشتم فيقوم عامل فعل فاضح ياخدش حياء الملايين خد المفاجأة دي ويا ريت تتاخد في العنوان يا استاذنا الاستاذ محمد نجيب احد كبار المحامين في الامارات العربية المتحدة في مدينة دبي يعكف على اتخاذ اجراء قانوني ضد محمود عبد الرازق شكبالة لخدش الحياء العام والاساءة للجالية المصرية والمطالبة بعدم دخوله الامارات العربية المتحدة مرة اخرى وعدم منحه تأشيرات اللي خد الاجراء ده المحامي الشهير الاستاذ محمد نجيب مكتب خليفة المفتول بادي يجمع الحاجات وقال ان هو هيتقدم بدا وقال ان في دعوة اتقدمت فابوظابي في هذا الامر لان شكبالة اساء 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 للجالية المصرية وللشعب المصري وخلى عيني الناس كلها في الارض نتيجة هذا السلوك اللا اخلاق شكبالة وامثاله يدعمون ان هذا السلوك بيعمله رونالد كريستيانو رونالد فرق كبير جدا يا ابني بين الثقافات بين ثقافة شعب شرقي مسلم له عاداته وثقافته وقيمه وتقاليده وبين اي حد اخر لما تيجي بيقوله اللي بيعمله كده برا هقولك تبا اللي بيعمل كده برا بيتعاق واللي بيعمل كده برا لا يكافأ واللي بيعمل السلوك خارج لا يكافأ فلو على اللي بيعمله برا يا شيكبالة كان زمانك بتلعبش كورة بقالك عشر سنين بهروبك من هذا النادي او زك او حاجات بالشكل ده فالفكرة ان هناك حالة غضب رهيبة داخل النادي الاهلي لمجمالة او شعورهم بمجمالة لجنة الانضباط او اتحاد الكرة لمحمود عبد الرازي شيكبالة والقصوة على محمود عبد المنعم كهرباء كلا هما محمود لكن فرق رهيب بين محمود من ضرب وتلقى عقابا حتى نهاية الموسم او اعتدى او استفزى رغم لو انت بتقول ان ده اللي هو شيكبالة اتشتم كهرباء منه هو بغير وانا في الملعب بتشتم بتشتم يعني او ده اتشتم يبقى ده اتشتم فالفكرة عدم التماثل في العقوبة دفع المسؤولين في النادي الاهلي وانا لسه قافل مع بعضهم ان هناك شبهة مجملة من اتحاد الكرة ل شيكبالة وانا انقى بنفسي واربق بنفسي عن اتهام قضاء ومستشارين محترمين لهم مكانتهم الاجتماعية الكبيرة ولهم دورهم في اقرار العدل اننا نتهمهم بدأ لكن هما بيقولوا في النادي الاهلي ربما ما قدم اليهم ليس كل شيء وبالتالي ده عامل استياء رهيب جدا 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 في النادي الاهلي عشان كده دع النهار ده كابتن الخطيب لعقد اجتمام هقول لكم كابتن الخطيب عمل ايه وهيعمل ايه اول حاجة طلب تجميع كل ما هو فيديوهات نتيجة الخروج عن الاداب العامة للكابتن محمود عبد الرازق شيكبالة اتنين وغيرهم من اللاعبين وفق مصدر مسئولي قال لي في فيديوهات عندنا للاعبين خرجوا عن النص ولم يتعرضوا للعقوبة ولم يتعرضوا للعقوبة قلتوله زي مين قال لي المجلس اللي هيعل قلتلي عم انت مشكلتكم في حاجة ان كنتوا عمين تخبوا كل معلومة وتحطوها جنبكو في الدرج ومش عاوزين تطلعوها وتقولك المجلس يعمل والمجلس يسوي بعد خراب ملط يجب ان يكون ادائكو مع الاعلام اسرع من كده عندك حاجة قلها خاصة للناس المحترمة اللي زي قنك لابو المعاطز زكي اللي بيتمايز بالحياد في معرض معلومات لكن انت في النادي اللي هي تقول لي عندي معلومة مش هتطلعها يبقى ما عندكش يبقى ما عندكش عندك معلومة لازم تطلعها ولازم تلعب بيها ولازم تنزلها على صفحاتك ولازم تديها لللي بيغطه النادي الاهلي ليه عشان موقفك يبقى قوي لكن انت عندك معلومة وتقول لي هتخبيها ده بعد ما تخبيها اللي يحصل اللي يجرى هنعرف احنا ازاي هندور ايه 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 وبعد العيد ما بتفتلش كحك ولو عندك معلومات او فيديوهات كان يجيب نشرها قبل اصدار هذه العقوبات لكن خلينا اقول ان لجنة الانضباط لم تستعين بكل الفيديوهات اللي موجودة اللي صورها جماهيرين او سوشيال الاهلي او سوشيال الزمالي وانما استعانوا فقط بلقطات قناة ابو ظبي فمن الوارد جدا 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 ان هما ما يكونونش شافوا لعيبين اخرين ارتكبوا افعال مشينة واستحقوا العقاب وده اللي بيقولوا مصدر مسؤول رفيع المستوى الانكل ابو الماطزكي قبل ان العقاب لاجتماع بتاعهم اليوم ان شاء الله مساء اليوم فالفكرة انك فيه ناس قالك ما يطلهمش العقاب طيب ما يطلهمش العقاب ليه على رأسهم ريشة يعني على رأسهم ريشة ليه ما يتعاقبوش يعني يقولك عمر الجنيني ازا ملكوا بيحميوه وعمر الجنيني يعني تفرق دمه بين الامم هناك مرتضى بشتمه طول الليل مبارح مع الكابتن طريق يحيا الذي تحول عمره الى مزيع وبنهني ان انضم الى اسرة الاعلاميين المزيعين وكان مهندس قبل كده في زاعة شاب الرياضة واشتغل مقدما للبرامج فترة في قناة الحياة وهو اضافة نتمنى ان لا يكون من متقطئ الرأس ومهازيز الرؤوس بس لا نتمنى ان يبقى عندك رأي بس ده مسألة صعبة لان مرتضى بلغى اي حد جنبه بقوة شخصيته على اي مزيع او مسؤول طيب هنا انا قلت من البداية انا قلت انا مش مقتنع بعقوبة شيكابال ولو كده يبقى شيكابال على اقل يبقى زي كهربا ونرتاح منهم الاتنين لكن ما تعقبش كهربا العقوبة الطويلة دي على الاعتداء مثلا او على الاستفزاز وديجي عند شيكابال الفعل الفاضح وتكرم طيب هيا بنا نعود الى عشرين سنة الورى او اتنين وعشرين سنة الورى بالزبط كان الاهل اللي بيلعب بطولة كاس مصر وسامير كامونة عمل حركة خارجة بدراعه وتم اقافه موسم كامل دفع الناد الاهل اللي استغناء عنه او اعارته بالشكل وقتها ولم يشارك مع منتخب مصر في بطولة كاس الامل الفريقية 98 تم استبعاء برايم حاسن قبل جده في المغرب عمل اشارة بصباعه قبل ما يركب الطيارة قبل ما يخرج من الملعب كان الراحل العظيم كابتن صالح سليم عمله اقاف لمدة ستة شهور قبل كده القسطورة حسام حاسن رمت شرط الناد الاهل في برات المقولين على الارض قل اقاف ستة شهور الناد اللي بياخد قبل الالتحان فبالك بالفعل الفاضح هنا الفعل الفاضح مسألة صعبة جدا انت خدشت حياء مش نص الشعب المصري نص الشعب العربي خاصة السيدات مكلبا على السيدات والاطفال والفتيات ايه السفلاء والانحطاب ده ايه التربية دي ايه حركة الشوارع دي في الملعب وعشان كده بقول لكم هنا مكتب خليفة المفتول السيد محمد نجيب قال لي انا شخصيا النار قال لي انا بحرك دعوة في نيابة بوظابي ضد محمود عبد الرزقش كبالة بسبب هذه الحركة اللي خدشت الحقيقة العام وقسأت للجالية المصرية وقسأت للشعب المصري وبطالب بعدم دخوله ارض الامارات العربية الشخيقة مرة اخرى وبامشي في اجراءات اخرى وقال لي عموما يا الله على رأيي محمد ابو الناصر بقول لي رئيسنا دي بيعمل اكتر من كده انت منتظر منه ايه وقسأل مصري فعل انا لسه في الامارات يا حبيب لسه في الامارات لسه ان شاء الله الله يلوحك جيهن ارتاح نفسيا على اقل خاف في الضغوط والاحداث اللي بتدور حوله المهم الخطيب بقى النهاردة قبل الاجتماع على طلب ايه واحد تجميح حيثيات الحكم بيقاف محمود عبد بنعم كهرابا لنهاية الموسم ليه كهرابا مربط الفرز خلونا اقول لكم ان هناك من يرى ان ما يتم مع حمود عبد بنعم كهرابا هو بالضبط ما تم مع ابراهيم سعيد عند انتقاله للزمان انا بقول لكم لعبة يعني ايه مش عايز بيسموهم ايه عايز اختلاق خلي بلاش اختلاق مفرد خليها كده لعبة كده للناس اللي مع بعض بلعبوه خارس قال لك مش هما في ابراهيم سعيد لما جي لدي الزمالك وقفوه ستوشهر وملعبش كورة وكان رئيسة اتحده كورة عصام عبد المنعم قال لك اه خلق خلاص عمر الجنين يوقفلوهم كهرابا ستوشهر كمان فبالتالي يلعب كورة السنة الجاية او السنة دي في شهر تسعة ولا شهر عشر وطالما انه لا يشارك في المباريات المحلية لا يشارك في الافريق وبالتالي خلاص سيقعد يقشر بوصل هو كمان جنب امام عشور وجنب له ده احمد زاه اللي ايه ده ده شكله كان بلعب مصرع ابن اللزين شكله ايه الغل يد اللي في نفسك ده ايه الغل ده ايه الغل ده فقال لك اللي يبقى هنا دي حركة انتقام من زمالكاوي ضد لعب الزمالك اللي زي انتقل الى النادي الاهلي هو انتقل لقيفيس والرح